هل حركة دقيقة لما الناس اعتقدت ان خلاص منظومة التعليم فشلت وان الوزير دكتور طارق شوقي فشل في التجربة اللي كان عايز يعملها؟ والله يبقى تحديد الفشل والنجاح ده لو حارتك شفت هنا بيعملونا ازاي؟ بيتكلموا علينا ازاي؟ قمة النجاح بالنسبة للدول الاخرى الوصف ده محتاج حد يبقى يعني مؤهل انه يعمله اساسا ويحكم عليه وهنا الفشل والنجاح في ايه بالزبط؟ هو طبعا لو كنا نتكلم على الفشل ما كانش فيه افشل من اللي كان موجود يعني عشان بس يبقى الكلام واضح يعني احنا ما كانش عندنا حاجة نخسرها مش برأيه بدليل حاجات كتير قوي اي واحد صاحب عمل بيجيلو حد معاش هداء بيقولك انا مش عاجبني الشخص ده مش مؤهل ده مش زنب الولد او البنت انما زنب النظام اللي طلعوا لحد هنا واقنعوا انه النمر دي ليه معنى طيب يعني يا جماعة انتوا راضين لولادكوا شهادة بلا معنى يعني مبسوط ان يبقى فيه حد الدكتور معاش هداء انه دكتور وهو ما بيعرفش طب كفاية او او مهندس او 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 ده نتيجة ان احنا مسترسلين في الموضوع ده فرحانين بالنمر اه وفرحانين ان احنا جبناها وبنغش كمان طب ما ده معنى انك مش مقتنع بس اللي عاوز يتعلم مش هاعمل كده فكسير الكلام على الغش يحصل هذا الحوار وانتوا لازم تعملوا لا انا مش لازم اعمل انت ماما وبابا في البيت ما تشجعش ولادك على الغش عيب وحرام ومش هيتعلم حاجة انت كنت جاي تتعلم ولا جاي تاخد درجة اللي جاي ياخد درجة مش هيحبنا خالص اللي جاي يتعلم هو اللي هيحب ده ده فلسفة تانية في التفكير يعني هو السؤال والله السؤال يا عمري لو احنا عاوزين نبقى صرحاء مع نفسنا واحنا عاوزين نتعلم فعلا انا فيه ولد بعتلي واحد معرفوش طالب بيقول لي حرتك مبسوط ان احنا كلنا هنسقط هو بيتكلم عن نفسه فبيقول ايه هو انت متوقع مننا اللي انا واصحابي طول النهارة على التليفون ان احنا نقرأ ونتثقف لا احنا هنغش وهننجح ده الولد بيقول كده طب هل دي مش معضلة باجتماعية فكرية احنا نفسنا مكنش بفكر كده بس هو بيقولك احنا طول النهارة على الموبايلات مش على الكتب ولا بحاول اتفكر في شيء او اتعلم شيء جديد خالص او على الموبايل فاتح بعمل سورش او بحث على حاجة معانا او بقرح حاجة خالص احنا اعادة اما الرئيس قال اعادة بناء الانسان كانت الكلمة عميقة اما قلنا عوزين مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر برضو نعنيها لما قلنا التعليم متعة والناس تريقوا عالجملة تعليم متعة في الدنيا كلها الانسان خلق كي ينمو ويجبر ويتعلم فانت سبت ده كله على جنب وبتتكلم على نص درجة وبترفع عضايا على الوزارة عشان ناخد نص درجة وربع درجة والتنسيق وانسينا خالص واحنا كنا منين كل ده ليه الولد ما تعلمش ويتألي العقب فالناس .